أهلاً وسهلاً بالمتابعين الكرام رأينا في الحلقة الماضية معنا كلمة قرآن وإسلام وقلنا للتذكير القرآن هو تفصيل للكتب المقدسة السابقة بلسان عربي مبين والدين الإسلامي هو حكم وسلطة مبنية على قواعد توحيدية وكل الشواهد التي قدمناها على هذا المعنى أخذناها من القرآن نفسه فالقرآن يشهد بنفسه على نفسه في هذه الحلقة سوف نناقش المعنى الذي أخذناه من القرآن على أنه تفصيل لبعض الكتب المقدسة السابقة وتعاليمها كما قلنا في الحلقة الخامسة من هذه السلسلة الجديدة أن القرآن ذكر ما يناهز 137 مرة اسم النبي موسى 69 مرة اسم إبراهيم الخليل و25 مرة اسم عيسى بن مريم وأربعين مرة ذكر بني إسرائيل وهذه المقاطع كما قلنا كانت قبل مجيء محمد بن عبد الله نبي العرب بلغاة العبرية والآرامية واليونانية وعلى ذكر بني إسرائيل نجد أحد المقاطع في القرآن على سبيل المثال يتحدث عنهم في صورة المائدة الآية 32 تقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً فسياق الحديث كان يتحدث عن جريمة قابيل أو قايين ضد أخيه هابيل الآيات 30 و 31 من صورة المائدة فجاءت هذه الآية 32 للحفاظ على شعب الله بني إسرائيل وهذا ما جاء في كتاب المشنة وبالضبط في السنهادريم 4 الفصل الخامس الذي يعود للقرن الثاني الميلادي حسب علماء اليهود يبدأ المقطع أي من قتل نفساً واحدة من إسرائيل ثم يكمل مقطع أي كأنه فقد أو أباد العالم كله كل من يساعد أو يعول نفساً واحدة من إسرائيل أي كما لو أقام العالم كله وقد أكد على هذا الطرح الحخام الكبير رامبام موسى بن ميمون في نهاية القرن الثاني الميلادي إذن من خلال هذا المقطع من صورة المائدة يتبين أهمية الحفاظ على شعب إسرائيل كذلك هناك مقطعاً آخر في صورة الأنبياء الآية 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكري أن الأرض يريتها عبادي الصالحون وبالفعل عندما نعود إلى الزبور بين قوسين مزامير داود نجد في المزمور 37 العدد 29 صديقين يرشو إيريت كما نلاحظ العبارة يرشو إيريت يريتون الأرض مطابقة تماماً مع مقطع الآية أن الأرض يريتها صديقين أي العباد الصالحين وهنا إشارة لليهود الصالحين من خلال هذين الشاهدين في صورتي المائدة والأنبياء يتبين أهمية شعب إسرائيل اعتماداً على سياق الآيتين لكن فقهاء الإسلام في العصر العباسي قدموا لنا تفسيرات أخرى بعيدة عن سياق النص القرآني وحولوا هذا النص لصالح المسلمين المؤمنين حتى أصبحت عقيدة الاستعلاء مغروسة في عقل كل مسلم بمجيب صورة السجدة لآية 18 أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون وبالتالي العباد الصالحون طبعاً حسب رأيهم ليسوا هم يهود بني إسرائيل بل هم المسلمون المؤمنون وهكذا يفقد النص القرآني خصوصيته الدعوية التي أتى بها في بداية ظهوره ويصبح ذكر موسى 137 مرة وبني إسرائيل 40 مرة دون قيمة حقيقية ووعد الله لهم في التوراة والزبور بسلامتهم من أعدائهم في ظل وجود الإسلام المهيم على كل بفضل الفتوحات الإسلامية وتوسعها الجغرافي من جاكارتا إلى المحيط رسالة القرآن توافق النظرة الكتابية للتوراة والزبور وتشهد لبني إسرائيل بالبقاء وتصدكي ميرتون الأرض في نهاية العالم كما يمكن استنباطه من الآية 105 من صورة الأنبياء ونهاية العالم هذه جاءت في العديد من الآيات حوالي 70 مرة بتعبير يوم القيامة وأوصافها جاءت بوضوح في العديد من الصور المكية كصورة الزلزلة والقارعة والواقعة وغيرها ويصف القرآن هذه النهاية قريبة جدا كما جاء في صورة النحل آية 77 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وذكرت هذه الساعة 39 مرة وجاءت بتسميات عديدة كاليوم الآخر 26 مرة ويوم البعث والخروج والفصل ويوم الدين والطامة والحصرة والغاشية ويوم الخلود والحساب والوعيد ويوم الجمع والحاقة والتلاقي والتغابن وغيرها وكل هذه التعبيرات تنطوي تحت مضلة ما يسمى باللغة اليونانية القديمة بالأبوكاليبس فياصف القرآن السماء يوم القيامة مطوية كطيء السجل وذلك في صورة الأنبياء كذلك في الآية التي قبلها 104 يوم نطوي السماء كطيء السجل للكتب بنفس التعبير تقريبا جاء في صفر الرؤية الإصحاح السادس العدد 14 كما تلاحظون باللغة اليونانية يقابلها في اللغة العربية والسماء ترحل كالسجل الملفوف ثم الشق الثاني من الآية 104 من صورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يتحدث عن إعادة خلق السماء لسماء جديدة وهذا ما جاء في صفر الرؤية الإصحاح 21 العدد الأول كما نلاحظ باللغة اليونانية وهي ما يقابلها بالعربي ثم رأيت سماء جديدة وهناك العديد من الآيات موجودة في المدراش والتلمود والمشنة والتوراة والأناجيل وكتب الأبوكريفة وكما قلنا في الحلقة الماضية أن القرآن يعبر عن أصله بالقول في صورة الشعراء وإنه لفي زبر الأولين وكذلك في صورة الأعلى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ورأينا أن بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى فرحوا لسماء مقاطع من القرآن تعود لكتبهم المقدسة وبعضهم أنكر بعضه كما نستنبط من الآية 36 من صورة الرعب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ونكران بعضه من أهل الكتاب من يهود ونصارى أدى إلى كفرهم بكله فيذكرهم بما هو موجود من مقاطع من الكتب المقدسة كما جاء في صورة الأحقاف الآية العاشرة قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وكذلك في صورة فصلة الآية 52 فهذه المقاطع الموجودة في القرآن بلسان عربي كانت في الأصل كما قلنا بلغات أعجمية كاللغة العبرية واليونانية كما رأينا في هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة فكونوا معنا